بعد ثلاثة أيام تنقل فيها بين بغداد وكربلاء والنجف اختتم الرئيس الإيران حسن روحاني زيارته إلى العراق بعد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تجارية واقتصادية وسياسية وأمنية من بينها ست اتفاقيات عالقة منذ خمسينات القرن الماضي الاتفاقيات الموقعة تتعلق بحقول النفط والغاز المشتركة وترسيم حدود شط العرب وتنظيم الممرات الملاحية في الخليج العربي وملف التلوث البيئي في البصرة الناجم عن حرق النفايات الإيرانية بمحاذاة الحدود العراقية والمياه المالحة وتضرر الأراضي العراقية منها أما بالنسبة لشط العرب فقد تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية عام 1975 التي وقعت في الجزار كما ناقش الطرفان مسورة اتفاقية أمنية بين البلدين من دون الكشف عن بنودها ورغم الجدل المثار بشأن بعض الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الإيرانيين وحاجتها إلى تشريع وموافقة برلمانية إلا أن المشكلة الأكبر تتعلق بما تحقق من منافع للعراق وما قدمته إيران إذ يتضح جليا ميل الكفة لصالح الأخيرة مسؤول في مجلس الوزراء قال إنه بات من الصعوب الآن فكرتباط السوق العراقية وجعلها مستقلة مؤكدا أن بعض الاتفاقيات غلبت عليها المجاملة ولا تصب في صالح العراق بينما لم يعود الإيرانيون بأي شيء يتعلق بالعراق وهو ما أكده النائب عبد الرحيم الشمري إذ قال إن الزيارة عبارة عن مكاسب لإيران بالجملة وأن العراق لم يحصل على شيء من حقوقه مراقبون أكدوا أن موافقة العراق على حسم ملف الحقول النفطية المشتركة والإقرار بأحقية إيران بالاستخراج المماثل للعراق يمثل كارثة لأن معظم تلك الحقول تقع داخل الأراضي العراقية معتبرين أن توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية ومالية معناه توسيع نسف الدولار وبقية العملات الأجنبية إلى إيران وإغراق السوق العراقية بالمستورد الإيراني على حساب المنتج العراقي كما أن اتفاقية إلغاء رسوم التأشير عن الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق والبالغ عددهم السنوي أكثر من خمسة ملايين زعر تعني فقدان العراق موردا ماليا ضخما يقدر ما بين 140 إلى 200 مليون دولار في غضون ذلك حذر السياسيون من تأثير هذه الاتفاقيات على مستقبل العراق واحتمال شموله بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية إذ قال رئيس حزب المستقبل انتفاذ قنبر إن العراق أصبح أمام خيارين لا ثالثة لهما إما أن يكون مع محور المجتمع الدولي الذي يطبق العقوبات على إيران أو أن يكون مع المحور الإيراني ويخسر المجتمع الدولي بشكل كامل هو إذن اتفاق التابع مع المتبوع تعزز إيران من خلاله هيمنتها في العراق وعليه وتجر حكومة المنطقة الخضراء العراق إلى كارثة جديدة تضاف لسلسلة كوارثها المتلاحقة منذ العام 2003